معنا الآن من غلاف غزة مراسلنا أحمد دروشا أهلا بك أحمد صفرات إنذار تدوي في أكثر من نقطة في غلاف غزة ما هي آخر تحديثة المتعلقة بنتائج رشقة صاروخية للمقاومة الفلسطينية الأخيرة صحيح سهام رشقة صاروخية في غلاف غزة وأبعد في منطقة أسدود إلى الشمال ولكن أيضا في المناطق التي تقع إلى الشرق من قطاع غزة في مدينة بئرة السبع التي تبعد نحو أربعين كيلو مترا عن قطاع غزة دوت صفرات الإنذار في المناطق الشرقية لبئرة السبع بحسب ما أعلن الإسعاف الإسرائيلي في حصيلة أولية أو في بيان أولي فأنه لا إصابات ولا أضرار نتيجة لهذه الصواريخ التي اعترضت الكبة الحريدية جزءا منها وفشلت في اعتراض جزء آخر تدعي أنه سقط على الأقل حتى الآن في مناطق مفتوحة يلاحظ خلال الأيام الماضية تحديدا خلال الأسبوع الأخير كله تراجع إطلاق الصواريخ من قطاع غزة لم نعد نتحدث عن الرشقات الصاروخية التي شاهدناها خلال الأيام الأولى من هذه الحرب الرواية التي قدمها الجيش الإسرائيلي خلال الفترة الماضية كانت أن فصائل المقاومة يستعدون لفترة طويلة وبالتالي بدأوا يقتصدون في إطلاق الصواريخ لكن اليوم يقدم رواية جديدة هي أن حركة حماس تريد أن تنوم الإسرائيليين على حد تعبيره بمعنى أنها لن تطلق صواريخ كثيرة التي أطلقتها خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى تعطل الاجتياح البري المحتمل والحديث المتزايد عنه في الإعلام الإسرائيلي وعودة الخلافات السياسية في إسرائيل كل هذه الأمور مع بعضها البعض تخشى الجبهة الداخلية الإسرائيلية أنه سيؤدي إلى تنويم الإسرائيليين وبالتالي إلى شعور بأن الحرب توشك على الانتهاء وبالتالي تؤثر على الروح القتالية للجنود الإسرائيليين لكن الأهم بحسب تحذير المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن هذا الانطباع الذي تريد حركة حماس خلقه لدى الإسرائيليين قد يكون تمهيدا لمفاجأة مقبلة تستغل ملل الإسرائيليين أو تململهم من هذه الحرب التي فاجأتهم وأيضا طولها حتى الآن يفاجئهم رغم حديث المسؤولين الإسرائيليين عن أنها قد تطول ليس لشهر أو شهرين أو ثلاثة بتعبير غالنت إنما لسنوات كما قال غانتس ومع ذلك الجبهة الداخلية الإسرائيلية بدأت تتململ بشكل كبير جدا خصوصا على ضوء ما يوصف في إسرائيل بأنه تأخير في الاجتياح البري المحتمل